أخي الحبيب هل تعاني من قلة التركيز والضعف العام؟ هل لديك مشاكل تتعلق بالوزن الزائد أو العظام أو السمنة؟ هل تعلم ما هو القاتل الصامت؟ قد يكون السبب وراء ذلك كله مادة نتناولها كل يوم ولا نشعر بها إليك اليوم عشرة أسباب تجعلك تتوقف عن تناول هذه المادة فورا حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحقيقة أيها الأحبة الله سخر لنا في هذا الكون كل شيء طبيعي مفيد يأتي الإنسان ليأخذ هذه المادة الطبيعية مثل قصب السكر أو الشمندر ثم يقوم بتصنيعها وتكريرها وإضافة مواد لها والعبث بها فينتج مادة قد تسبب السرطان هذا ما حدث مع مادة نتناولها كل يوم وهي السكر انظر أخي الحبيب السكر يدخل في تركيب الكثير من الأغذية كثير من أنواع الفاكهة فيها السكر العسل وهو على رأس قائمة الأغذية الشفائية في العالم فيه سكر مواد كثيرة فيها سكر قصب السكر الطبيعي ليس له أي مضاعفات على فكرة وليس له أي آثار جانبية بل له فوائد كثيرة في تنظيف المجار البولية وغيرها وما يتعلق بمواضيع العقم وغير ذلك طيب الآن نحن نتناول السكر ماذا كشف العلم الحديث حول هذا الموضوع؟ أول شيء أيها الأحبة السكر السكر المصنع سواء تناولناه بشكل سكر أو في الشاي أو في العصائر المحلّة صناعيا أو بعض الأكلات التي فيها سكر بعض الحلويات الحقيقة هذه المادة مخربة للجسم أولا تسبب الوزن الزائد الوزن الزائد مشكلة كبرى أخي الحبيب لأن الوزن الزائد ليس مجرد وزن زائد ليس مجرد كتل من الدهون أو الشحوم تتراكم في جسدك لا قلبك هذا الحقيقة هو الذي يحمل جسدك هيكلك العظمي هو الذي يحمل جسد عندما تحمل القلب فوق طاقته يتعب الدورة الدموية تتعب العظام تتعب المفاصل تتعب إذن أنت ليس مجرد وزن زائد ليس مجرد شكل خارجي فقط لا هناك أجهزة وأعضاء تتأثر بشكل كبير إذن هذا أحد الأسباب التي تدعوك للتوقف عن السكر واستبداله بالعسل أو المواد الطبيعية التي خلقها الله والتي ليس فيها أي أضرار الحقيقة الثانية أيها الأحبة تسوس الأسنان يعني أكثر من 90% من الأسباب الرئيسية لتسوس الأسنان هذه السكريات التي هي غذاء رائع جدا للبكتيريا بكتيريا الفم تتغذى على هذه السكريات وتستمتع بها فحاول أن تحرم هذه البكتيريا من هذه المواد السكرية المصنعة تستبدلها بأي مادة أخرى ستجد أن موضوع تسوس الأسنان يقل كثيرا كذلك مواضيع أمراض الفم والتهابات الدثة وغير ذلك كلها بسبب تراكم السكريات بين الأسنان وهذه البكتيريا تنمو وتتكاثر هو غذاء لها غذاء لاستمرار حياتها وتكاثرها بالمليارات تتكاثرها فإذا أردت أن تطهر فمك على الأقل إذا اضطررت لتناول شيء من السكر أن تنظفه فورا تستخدم المسواك مع جون الأسنان بعض الزيوت مثل زيت جوز الهند وغيره رائع بالنسبة للفم أو المضمضة بالماء والملح يعني هذه هو وسيلة بسيطة ولكن مفعولها سحري الحقيقة هناك سبب كشف في دراسة ألمانية حديثا أجرع تجربة على أناس يتناولون السكر وأناس لا يتناولون السكر تصور أن السكر يسبب الاكتئاب هذا أكثر ما لفت انتباه العلماء إذا كان مزاجك سيء تشعر بالوهن والضعف تشعر به أنك مكتئب ليس لك رغبة في الحياة السكريات هذه قد تكون سبب محتمل وراء ذلك وراء هذا الاكتئاب لذلك ينصح الأطباء بعض المرضى الذين لديهم اكتئاب يعانون من اكتئاب من مشاكل نفسية بالتوقف عن تناول السكر المصنع استبداله بأي مادة طبيعية خلقها الله الفواكه، الخضار، العسل، زيت الزيتون هذه الأغذية المثالية التي تحبها الخلايا وتكرهها الفيروسات لأن فيها مواد قاتلة للفيروسات قاتلة للبروتينات التي تطور السرطان إلى آخره طيب، السبب الرابع تصور أن تناول السكر بكميات كبيرة يؤثر على الخلايا العصبية ليس فقط خلايا البنكرياز وخلايا الجسم وخلايا الدم وخلايا القلب بل خلايا الدماغ، الخلايا العصبية في الدماغ فيسرع عملية الإصابة بالزهايمر هذه أيضا نتيجة وصل إليها العلماء حديثا فلذلك ينصحون كبار السن بضرورة تناول الخضار والفاكهة وكما قلنا الأغذية الطبيعية للتخلص من هذا من هذه النوبات الدماغية، الأورام الدماغية، الجلطات الدماغية سميها ما شئت كلها تدمر الخلايا العصبية في الدماغ وأقلها الزهايمر طيب، هناك مشاكل في الجلد أيضا يسببها السكر بقع داكنة أحيانا تظهر على الجلد حب الشباب، مشاكل في البشرة لماذا؟ لأن هذا الجلد أخي الحبيب حساس جدا هذا الجلد لا تظن أنه مادة بلاستيكية أو مادة مثل القماش لا لا، هي مادة حية فيه سبع طبقات، فيه أعصاب لنقل الإحساس بالألم، بالبرودة، بالحرارة إلى آخرين هو عالم متكامل هذا الجلد، لذلك معظمنا يهمل جلده الجلد هذا مثله مثل خلايا الجلد، مثلها مثل أي خلايا أخرى تحب زيت الزيتون، تحب العسل، تحب الفاكهة، تحب الخضار، الله صممها هكذا السكريات سبحان الله بكثرة تؤذي خلايا الجلد، لذلك ينصح العلماء بالابتعاد عنها السبب السادس والشهير جداً هو الإصابة بالسكري من النوع الثاني نرى اليوم شباب بعمر عشرين وثلاثين سنة يصابون بالسكر بسبب الإفراط في تناول السكر وبسبب العادات الغذائية الخاطئة بسبب الهموم والضغط النفسي والعادات حتى الصحية واليومية التي يمارسونها بشكل خاطئ لذلك الإقلال من السكر أو منعه تماماً هو الحل المثالي للوقاية من هذا المرض الخطير الذي يؤثر فيما بعد على العظام، على القدمين، يؤثر على العين، على القلب، على كل شيء تقريباً إذن هذا السبب السادس يدعوك لترك تناول السكر فوراً لدينا أيضاً مشاكل في القلب في الأوعية الدموية لماذا أيها الأحبة؟ السكر حقيقةً مادة غير طبيعية، مصنعة الخلية هذه خلايا الدم مثلاً تحتاج إلى غذاء طبيعي عندما يدخل هذا السكر هو غذاء غير طبيعي فالجسم كله يعني يأخذه بصعوبة لا يحبه مثل تخيل إنسان تجعله يأكل طعاماً لا يحبه ما الذي سيحدث؟ سيتأذى كثيراً كذلك الجسم طبعاً هذه السكريات أيضاً يمكن أن تسبب السكتة الدماغية يمكن أن تكون سبباً في الالتهابات لأن الخلايا الملتهبة هي خلايا شاذة تتغذى على السكر يعني هذه حقيقة علمية أخي الحبيب وأنا تجربة شخصية حدثت معي التهابات في الصدر كانت مزمنة فعندما توقفت عن السكر تماماً واستخدمت العسل الجبلي تحديداً يعني هذه تجربة عدة مرات تكررت معي فذهبت الالتهابات تماماً مع الصيام طبعاً يعني تجربة عملية أنا عشتها عندما استبدلت هذه المادة التي هي السكر بالعسل الطبيعي كانت نتائج رائعة أنه قضى على الخلايا وعلى الالتهابات في الصدر إذن هذه حقيقة تدعوك فوراً للتخلص من السكر بالإضافة لمشاكل في الذاكرة هذا هو السبب الثامن مشاكل في الذاكرة تناول السكر أخي الحبيب يربك الخلايا العصبية ليس فقط يمكن أن يسبب الزهايمر يؤذي الخلايا العصبية سبحان الله يعني الدماغ أيضاً الخلايا العصبية حساسة جداً أخي الحبيب انتبه يعني أنت تأكل ولا تشعر انتبه ماذا تضع في معيدتك لأنه سيصل إلى خلايا الدماغ والخلايا العصبية لا تتجدد فيها الذاكرة فيها الإدراك فيها المعرفة فيها معالج البيانات فيها اتخاذ القرارات فيها كل شيء لذلك أبعد السكر عن الخلايا العصبية لتتمتع بذاكرة أقوى إن شاء الله السبب التاسع أخي الحبيب الشيخوخة المبكرة يسببها تناول السكر ليس فقط الزهايمر بل تجد الإنسان الذي يكثر من تناول السكر أحياناً يصاب بشيخوخة مبكرة تجده ضعيفاً أكبر من عمره بعشر سنوات من عمره الحقيقي لماذا؟ لأن هذا السكر مادة مصنعة فإذا أكثرت منها تتأذى كل خلايا الجسد وبالتالي تشعر بالضعف تشعر بالوهن تشعر عن أن عمرك أكبر هذا ما يسمى بالشيخوخة المبكرة طيب السبب العاشر والأخير السكر يسبب الإدمان وهذه تجربة أنا شاهدتها على فيلم وثائق ألماني تعمد إليها الشركات الأطعمة أنهم يضيفون كمية من السكر مع الطعام بطريقة معينة يجعلك تدمن على هذه المادة وجدوا بالفعل أن الذي يتناول مواد تحوي سكر صناعي كل يوم يصبح لديه إدمان فدماغه يطلب هذه المادة بدون أن يشعر هذه الطريقة الخبيثة تستخدمها الشركات الشركات الأغذية المصنعة لكي تزيد من مبيعاتها على حساب البشر بينما تناول العسل لا يسبب الإدمان جرب أن تشرب عصير قصب السكر مرة مرتين ثلاثة شهر لا تدمن عليه جرب أن تأكل فاكهة مثل التفاح حتى لو أكلته سنة كاملة لا تدمن عليه إذن بسبب الإدمان الذي يسببه السكر توقف عنه مباشرة وأخيرا أيها الأحبة خلاصة هذا اللقاء هناك مشاكل سأختم بها يعني يمكن أن أقول سبب 11 تتعلق بالجهاز الهضمي الجهاز الهضمي هذا المعدة والأمعاء وغير ذلك فيها تريليونات البكتيريا النافعة المفيدة للجسم التي تشكل العقل الثاني إذا كان العقل الأول هنا أو الدماغ الأول هنا في الرأس فالدماغ الثاني هنا هي تفكر هي تساهم في الهضم تعطيك شكلك الحالي لذلك الإنسان لا يعيش لا يستطيع أن يعيش بدون هذه البكتيريا فأفضل غذاء لهذه البكتيريا النافعة لك هي الخضار الفاكهة الألياف التمر زيت الزيتون الغذاء الذي يؤذيها هو ماذا؟ السكر سبحان الله لذلك أصبح الآن لدينا هذه الأسباب تجعلني وتجعلك على الأقل نخفف من تناول هذه المادة نستبدله بالعسل الذي قال الله فيه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس في ذلك الآية لقوم يتفكرون أرجوك أخي الحبيب أن تتفكر أن تراعي هذه النعمة التي منحك الله إياها وهبك الله هذه الصحة فحافظ عليها وهو نوع من شكر النعمة يعني أن نشكر النعمة نقول الحمد لله هذا شكر للنعمة أن نسجد لله هذا شكر للنعمة أن نحافظ على هذه النعمة هذا شكر للنعمة أن تحافظ على خلايا جسدك وصحتك هذا أيضا باب من أبواب الشكر لذلك قال تبارك وتعالى وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق